بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل التحايا لكم أعزائنا من فترتنا هذه سألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم على الهواء مباشرة والتي يمكنكم التواصل معها على أرقام الهاتف 01-853-804 853-815 853-860 وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-94-1919 ليجيب اليوم على أسئلتكم سمعت شيخ محسن عطوي حيلكم الله وحبيبنا ومرحبا بكم طال عمرك الله يحسكم إن شاء الله اليوم يوم معرفة نعم الله يتقبل منكم إن شاء الله نعم منكم حيث وطبعا الجو جو الحج ولذلك خينا أبو محيد دين أرسلنا الرسالة مع المعايدي وحق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك حلو الإمام زين العبدين سلام الله تعالى عليه وفرار إليه من ذنوبك وبه قبول توبتك وقطاء الفرد الذي أوجبه الله عليك إذن أولا وفادة إلى الله وفرار إليه من الذنوب وبه قبول التوبة هل الحج يحمل كل هذه الأمور سماحة الشيخ طبعا وقضاء الفرد الذي أوجبه عليك إذا الأمر المسلم به حياكم وحيا إخواني وأخوتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين أكيد يعني أسعد الله أيامكم وأعاد الله تعالى هذا اليوم عليكم وعلى إخواني وأخوتي جميعا بالخير والعافية أو أياكم إن شاء الله وهو يوم جليل يعني من أيام الله وهو جزء من مراسم فريضة من الفرائض العظيمة نعم التي يعني وصفها سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله أنها وفادة على الله نعم أنه تغفر بها الذنوب وتقبل بها التوبة نعم وقضاء الفرد الذي أوجده عليك ويطيع الله سبحانه وتعالى يطاع الله بها هي تقريبا من الأمور الواضحة المعلومة نعم وفادة على الله يعني تعبير جدير بأن نتأمل به لجهة ما يوحيه إلينا أو لنا بضرورة العلاقة ما بين مكان معين وما بين الله سبحانه وتعالى نعم يبدأ الأمر من المساجد التي تكون بالأحياء ويمر بالمساجد الكبرى التي تسمى بالمسجد الجامع وبالمقامات الشريفة التي هي مجمع للناس ويلتقي فيها المؤمنون على طاعة الله ومحبة أوليائه وانتهاءا ببيت الله الحرام في مكة المكر الوفادة على الله تعني أنك تذهب إلى مكان ينسب إليه وبالتالي حين نقول عن أي مسجد أنه بيت الله فذلك يعني أن لهذا البيت حقا علينا أن نفد إليه وأن نتواجد فيه وأن نقصده ونتفيأ ظلاله حيث نخرج حين نخرج من بيوتنا نخرج من علائق الدنيا اللصيقة بنا ومن هموم العائلة التي تحيط بنا ومن مشاغلنا التي تملأ أوقاتنا حين يتوضأ الإنسان في بيته ويتجه إلى المسجد فإنه يدعو دنيا خلفه أو هكذا يفترض أن يكون نعم يدعو مشاغله يدعو همومه يدعو مثلا أشغاله ويضع في نفسه أنه يا ربي أنت دعوتني إلى بيتك لأصلي فيه لأذكرك فيه وها أنا مقبل عليك وافد إليك نعم هنا يعني كلما اشتغلنا على هذه الخصيصة وهذه الميزة بتوفيق العلاقة ما بيننا وبين المسجد كلما يعني زادت علاقتنا بالله وثاقة وكلما صرنا أقرب للخشوع في صلاتنا أما حين لا نعيش هذه الفكرة ونذهب إلى المسجد وهموم البيت في عقلنا ومشاغلنا في عقلنا يعني مشاغل العمل وما أشبه ونفسنا أيضا الأمارة يعني بهواجسها بمطامعها بسقوطها أيضا الأخلاقي نذهب إلى المسجد ثم نرجع منه ولا يداخلنا طرفة عين أننا في مكان ينبغي أن نستذكر الله فيه أن نعيش علاقتنا معه به أن يكون فرصة لتذكره وتذكر حقه علينا ونجدد العهد له بأننا يا ربي نريد أن نطيعك أن نعبدك وحدك ولا نعبد سواك حين نفد إلى المقامات المشرفة نعيش هذا الشعور حين نفد إلى بيت الله الحرام نصل إلى البيت الأم الذي وصف في القرآن الكريم بأنه البيت العتيق البيت العتيق يعني أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة هي مكة بس سماها القرآن بكة قيل لأن البكة هو تزاحم الأجساد وتدافعها نتيجة الزحام ف يصير جسم الحاج يصطدم بجسم الآخر ويضغطه هكذا يعني فسميت بكة لأنه كان يجتمع بها الناس من كل حد وصوب ويؤدون فريضة الحج منذ إبراهيم مؤكداً وهذا صريح القرآن الكريم وهناك دلائل كثيرة على أنها قد كانت كذلك منذ آدم عليه السلام طيب إذن وفادة على الله ينبغي لو أننا قصرنا في استذكار هذه الوفادة ومعانيه ودلالاتها حين نذهب إلى المساجد لنصلي فيها فعلينا أن نعيش هذه الفكرة ضرورة حين نذهب إلى بيت الله الحرام وينبغي أن نؤكد في نفوسنا أننا قد فارقنا دنيانا وخصوصاً أن الإحرام الذي نفعله كي ندخل بيت الله الحرام في مكة يؤكد هذا المعنى معنى التذلل ومعنى الخروج من علائق الدنيا ومعنى ضرورة أن نعيش مع الله وحده بأعلى درجة من التجرد من الدنيا وهواجسها وهمومها هل كم من منا يوفق لأن يعيش هذه الفكرة حق عيشها حين وجوده في بيت الله الحرام يعني نأمل أن يلتفت إخواننا إلى هذا وأن يعيشوه وهم يمكنهم أن يعيشوه في العمر إذا ذهب أحدهم إلى العمر وربما يساعده أن يكون في العمر أكثر على أن يتذكر هذا المعنى الوفادة على الله تعني تجديد العهد لله سبحانه وتعالى بالعبودية وتجديد وتجديد حالة النفس بأنها لا تمثل لها الدنيا شيء وتأكيد أننا ينبغي أن نتوجه لله سبحانه وتعالى بالطاعة ومعنى وجميع هذه المعاني هي ما ينبغي أن نستوحيه من معنى الوفادة إلى بيته والوفادة إليه وأن نحل ضيوفا عليه سبحانه وتعالى السلام سبحانه وتعالى ركالله الله سبحانه وتعالى إذن الوفادة سبحانه وتعالى الوفادة إلى الله عز وجل هي ليست محصورة في الحج إنما هي حتى كل بيت كل بيت لله عز وجل نعم وحتى قد تحصل الوفادة عن طريق وفادة القلب إلى الله عز وجل هذا يعني هذا هو الجوهر إذا لم يفد القلب فلا قيمة لأن يكون الجسد صحيح هل أن أيام الحج أفضل من أيام شهر رمضان المبارك ومأجورين يعني لا ينبغي أن وأنا أكثر من مرة هيك تعرضنا له الموضوع أنه لا ينبغي أن نتعاطى مع العبادات والتكاليف نعم بعنوان أيهما أفضل لأن لكل عبادة خصائصها وميازها وفوائدها التي لا تغني عنها أي عبادة أخرى نعم مع اتصال تفضلوا عليكم السلام والإكرام كيف صحتك؟ الحمد لله كيف أقول لنا تفضل أهلا أهلا حبيبنا الله يرحم السيد يا ربي طولنا يا هلا حبيب القلب أهلا حبيبنا بسم الله الرحمن الرحيم بالكرآن مقطوب مذكورة كتير وعداء الزكاة أهلا هي الزكاة شبتش أنا باعث أنه مثلا عنده ذهب أم طمس أهلا أهلا بس تفصلنا أكثر يعني أقيم الصلاة وأثو الزكاة بس تفصل إياه بعد أمرك الزكاة صحيح صحيح. هلا وسهلا فيك. هلا بنحكي عنا انشاء الله. هلا وسهلا وحبيبك. طيب. شورى يكون شيخنا بالزكاة. اي فا يعني اه م كنا عم نحكي عن شيء تاني. كنا عم نحكي عن تفاضل. اه. تفاضل شغلي على شكل حج وزكاة هل أبني عجو هل أبني شهر رمضان الصوم نكهة الصوم غير نكهة الصلاة نكهة الصلاة غير نكهة الحج كل شيء وكل منهما وكل عبادة هي أفضل بخصائصها نعم ولا يصح أن نقول هي أفضل من غيرها ما دمنا نحتاج إلى الجميع في بناء روحنا ومجتمعنا وحياتنا نعم موضوع خين العزيز بالنسبة للزكاة القرآن الكريم لما حكى عن الزكاة حكى عن ما له علاقة بالإنفاق بمعناه العام والزكاة في اللغة هي النمو زكى الشيء يعني نمى والمقصود أنه دفعوا المال في سبيل الخير للفقراء للأبناء السبيل للأيتام لمشاريع خيرية للجهاد دفع المال دفع المال سيكون مساهما في نمو المجتمع وفي تضامنه وفي كونه مجتمعا يعني يحبه الله عزيزا قويا متناصر فهي زكاة بلحاظ ما سينتج عنها من خير وباللحاظ ما سيكون لها من منافع وإن كان هي موجب لنقص المال يعني عدت قل لي والله أنه الزكاة توجب نمو المال طيب ما أنا عم بيكون معي مثلا ألف دولار شوي لما بزكيهم بصيروا مثلا تسعمية بصيروا تمنمية عمي نقصه شو بتقلي أنه هو نمو هو بلحاظ نتيجة ما سأدفعه زكاة في سبل الخير سينمو به المجتمع وأيضا يبارك به المال لأنه إذا أنت أنفقت شيئا من مالك وجعلته لله سبحانه وتعالى فكأنك يعني قدمت شيئا مما هو لله في سبيل الله واعترفت بهذا فالنتيجة الزكاة اللي هي ويردة بالقرآن الكريم ليست الزكاة اللي يتحدث عنها الفقهاء من حيث أنها تجب مثلا في الغلات الأربع وتجب في المواشي وتجب في النقدين وإنما يراد بها مطلق الإنفاق في سبيل الله فتشمل الزكاة بالمعنى الفقهي وتشمل الخمس أيضا وتشمل الكفارات وتشمل ما يمكن أن يجعله الحاكم ضريبة على مختلف النشاطات الاقتصادية حين يكون هناك حكم إسلام عادل يقود المجتمع جميع ذلك يسمى زكاة ولما منقول أقيم الصلاة بيكون يعني موضوع الصلاة هي رمز لذكر الله سبحانه وتعالى فتشمل مختلف أنواع الصلاة وليس فقط الصلاة الفريضة كذلك حين نقول وآتوا الزكاة المقصود بها أنفقوا من أموالكم في سبيل الله صدقة مستحبة أو أمرا واجبا بعنوان الخمس أو بعنوان الزكاة أو بعنوان الكفارات نعم فلذلك تكرر ذكرها كثيرا في القرآن دون أن يتكرر ذكر الخمس إلا مرة واحدة وألفت نظر أخي الكريم أنه في أي وحدة بس حكت عن الزكاة بمعنى زكاة الأموال هي بلفظ الصدقات إنما الصدقات لله للفقراء والمساكين والعاملين عليه والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم عرفت كيف فريضة من الله هاي الزكاة المقصود فيها الفريضة الفريضة ما أجد بلفظ الزكاة أجد بلفظ الصدقات إذن لفظ الزكاة هو أعم من أعم من هاي العبادي الواجبة اللي هي دفع المال من الجزء المحدد ومن الصحيح عظيم صحيح هلأ على العموم يعني اللي هو غالب عنا موضوع الخمس لأنه مجتمعاتنا يعني يقل فيها الانتاج الزراعي إلا إذا كان إنسان مزارع في الأرياف وعنده محصول وافر من القمح من الشعير نعم هذا عليه زكاة بس أديش لازم يكون الحاصل لحتى يزكي بده يكون قريب الطن يعني بده يكون عنده شي 850 كيلو على الأقل من شال منهم كلفة الانتاج يعني بده يشيل الفلاحة بده يشيل الكيميوية بده يشيل البذار بده يشيل إجرة الحصاد بده يشيل نقلهم يعني هاو كليتهم بده يحذفهم من الحاصل إذا بقي صافي لقلو 850 كيلو فما فوق يدفع زكاته العشر أو نصف العشر يعني 10% لنفطر طلع عنده طن من القمع بده يدفع 100 كيلو هذا إذا ما كلفوا يعني ما سأهم ماء كان ري من طبيعة الأرض نعم شيخ عم يقول أنه في حدا عنده أجة المبرات نعم وبيدفع فيها وبعدين هو بيفضيها بيوزعها على أصحاب الخير على المحتاجين فعم يقول هل يحق له ذلك أم لا والله لك إذا يعني بده يعمل هيك فيه يعمل بس ما بده يحطهم بالأجة المودعة عنده لجمعية كائنا من كانت تلك الجمعية طيب اسمح لي سمحت شيخ أخذ اتصال وأعود إلى السوء تقدروا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك ألف عافية حجسين وكل عام وأنتم بألف خير والله يطغل عمركم ويخلي لنا يا رب مولانا الله يخلمك مولانا السلام عليكم أهلا وسهلا وعليكم السلام والله يخليك يا مولانا ويطغل يا عمرك يا عمرك يا عمرك مولانا لو شمحت عم تحكي عن الزكاة أنت هقل لك بس شغلي أنا أنه في مصاري مثلا مخبيهم لأجار البيت لأجار الكهرباء الاشتراك جمعهم يعني هني أنجأ يضاينه كم شهر هلأ أنا زكيتهم بمبلغ معين يعني مش مش أنه مبلغ مقرر مثلا بأسر شي مثلا شلت هالمبلغ وقلت هول زكاة عن هاي دول هلأ ليك الزكاة عن الأوراق النقدية معظم الفقهاء ما بيوجبوها نعم مولانا يوجبوها على سبيل الاحتياط ويأذن بأن يقلد المكلف غيره نعم إذا فضل هذا المال آخر السنة نعم بصير بده خمس آه نعم سهمت عليك مولانا لو كان نحن عايزينه لا أشياء معينة آه لو كان نحن عايزينه بنصرفه خلال السنة وإلا إذا بقي لحتى حل يوم الخمس بصير مان خمس آه نعم ندفع عشرين بالمية عشرين بالمية آه نعم ياللي ما بيملك ذهب ولا بيملك مونيس ما إلا علاءة الملك يعني إنه حالته هو حتى لو كان فقيرا وصادف إنه يعني صمد عنده ولو مبلغ صغير بده يخمسه آه ينتبه إذا مر عليه السنة هو هايك بده يكون إلو يوم سنوي لازم كل واحد مننا يحدد يوم خمس سنوي نعم ورائب يعني هذا اليوم إذا إجا وكان باقي عنده ولو عشر تلاف ليرة بده يشيل منها ألفين يعني على المرأة وعلى الرجل نفس الشي إذا كانت المرأة مستقلة بإنتاجها نعم صحيح المرأة بتشتغل بتصرف عبيتها آه وهو كذلك طيب مولانا كل عام طال عمرك خير إن شاء الله طال عمرك الله يسلم طيب إذن آه صاحب الأجي بيدفع فيها هي إلى المبرات وبيرجع هو بيوزع ما عم إلك يعني أنه كائنا لمن كانت تلك الأجي يعني ممكن الإمداد ممكن آه جمعية بالبلد أحيانا بتوزع على أهل البلد إجاج مثلا حتى يساهموا بالأوقاف بغير وبكذا آه حيث نجعل هذا المال في صندوق آه يخص جهة معينة لا يحل لنا أن نتصرف بهذا المال وخصوصا إذا اقتضى الأمر أن نتصرف بالإجي نفسه آه يعني أنه نكسرها مثلا آه نفتحها ب بخلاف ما هي موضوعة عليه آه إلها قفل مثلا نخلع هالقفل خلع آه ما بجوز أنه نحن نعمل هذا وفينا لحتى نطلع من المشكلة أنه نحط صندوق خاص فينا ونرجع هالصندوق لأصحابه ونعتذر منهم ونقلهم شكرا أو أنه نتفق نحن ويهن على نسبة معينة أنه يا خيب حطها أنا عندي بس كل شي بجمعه أنا رح افتحها بيخدوا النص وبيوزعوا على ربعي والنص ببعث لكي بتقبل أهلا وسهلا خلي عندي ما بتقبل خد أشتكوا مع السلام عرفت كي ماشا وأقول لإخواني أنه إذا هني راجعوا مكتبنا مثلا يعني مكتب الخدمات غيرهم بيأذنوا لهم بيعطوهم قصم من يلي مصمدون بس هني ما فيهم يفتحوا لأشي لأ نعم يا هلا يا هلا حجنا يا هلا يا هلا حفظك الله أول الشيء كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير إن شاء الله بيكون نصر من الله وفتح قريب نعم نقنط من رحمة الله طالما نحن ماشينا على حق نبينا محمد وأهل بيته صلى الله عليه أهل أحكى للهم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله جزيلا يا أبو محمد وتحيياتي إليك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله شيخنا هنا في حدع طالب تفسير الآي 28 من سورة النساء وظاهر وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو أعراضا فلا جناح عليهم أن يصلحا يمكن وصلحا خير المهم من شو يعني كيف تخاف من بعليها نشوزا يعني عادة والله يا مولانا الظاهر بها الأيام ثلاثة أربع النسوين والرجال هيك عم بصير عم يكتر الطلاق يعني يعني ما بعرف ما بعرف هلأ بصير يعني بصير النشوز أنه الرجل يعني يظلمها فلا يعطيها حقها والأعراض لا أنه ما يعشرة بالحسنة بالمعروف يعني أخلاقه تكون يعني مبين أنه لا يحب عشرتها ويترفع عن صحبتها وبالتالي يعرض عنها مثل أي واحد يعرض عن الأخر فيها الإعراض فلا تميلوا كل الميل ولا تتركوها كالمعلق نعم في عدة آيات بتعالج أنه بنفس السياق يعني بنفس يعني الآيات فالإعراض هو موضوع أخلاقي النشوز لا هو موضوع قانوني إذا نشز الزوج يعني ظلم زوجته فلم يعطيها حقها الواجب عليه يعني النفقة لا ينفق الحقها في الاستمتاع لا يعطيها حقها الواجب هذا هو النشوز والإعراض لا هو مسألة يعني أنه يتأنف من أنه يعد حد منها أنه يعني يسير أنه كذا أنه كذا يظل بعيد بنام بأوضلة حاله شغلي من القبيل هذه موجودة هذا الإعراض فمنها شوف الآية وتفاصيلها لأنه في عدة آيات بتحكي عن هذا الموضوع مدام عيناك معك عطينا الآية 128 لا نشوف ما يترتب عليها طيب لماذا سمي جبل عرفة بجبل عرفة والله ما يعني في كلام متداول أنه لأن آدم وحواء تعارفا عليه ولكن يعني الله أعلم يعني هذا كلام هو في قول أنه أول ما وجد آدم عليه السلام وجد في منطقة الحجاز في منطقة مكة وسكن هناك وتواجده هلأ الكلام أنه مثل ما منحكي نحن بالحكاية أنه ما كانت حواء رضوان الله عليها معه هايبا وإنما كانوا مضيعين بعضهم وهن عم يبرموا مثلا عم بيكزروا فالتقوا ببعضهم وعشقوا بعضهم وحبوا بعضهم وصاروا ينضموا أصايد غزل ببعضهم حتى ربنا قالوا لآدم يلا ما دام هيك اكتب كتابك عليها وضبطوا الأمور وتجوزوا وصار عندهم أولاد وماشاء الله هذي حكاية حكاية لأنه ست ألف ليلة أو ليلة ربنا قاله بطاة منها بطاة مش معقولي مع بعضكم يعني شو هني نزلوا برشوت بأخر برشوت مثلا أدف لهو يمين الله أعلم يعني قد يكون نزلا في مكانين مختلفين ثم التقيا فتعرف ممكن بس كأنه عرف يعني قد يعني تكون سميت بهذا الاسم لجهة لجهة أن الناس فيها يتواجدون فيتعارفون وخصوصا أنه ليس فيها نسك يعني أنت بالوقوف بعرفة ليس مطلوبا منك أن تقول شيئا وإنما يستحب لك يعني أن تقضي الوقت الذي هو مطلوب منك ما بين زوال الشمس يعني ظهر من يوم عرفة إلى الغروب يستحب لك أن تقضي يوم الدعاء والصلاة والذكر ولكن يعني مهما أطال الإنسان في هذه الأمور فسيجد فرصة لأن يلقى إخوانه ويتعارف معهم وهي فرصة قد لا تتاح في باقي المناسك نعم وأكثر ما تكون في عرفة ثم في ميناء أيضا الناس يبيتون فيتسامرون يجلسون مع بعضهم إلى آخر لأنه أيضا الواجبات قليلة يعني بس في رمي الجمرات والباقي قاعدين نعم إذا نظرت أن أذبح خروفا إن شافاني الله من مكروه ما هل بالإمكان أن أترك منها شيء لعائلتي إذا لم يكن قد نص على أنه يوزعها على الفقراء فله أن يأكل منها إيه يعني يعني هو وقت اللفظ صيغة النذر إنه ما قال ما كان آصد يعني إنه بيذبحها وبوزعها كلها للفقراء مثلا نعم بس بيذبح إذا كان المراد أن يذبح قربة لله تعالى نعم فلا يلزم تلزم هذه النية بأن يخرج عن الذبيحة فيوزعها كلها لا بيقدر يخصص حاله بأصمه يأكله عيلته ويوزع أصمنا ويكون قد وفى بنذره إلا إذا كان حين عقد نذره كان قد عقده على أن يخرج عنها كلها نعم ساعتا بيوزعه وكونه لم ينص على أنها للفقراء هايبا بيوزعه على جيرانه على أهله على أبنائه إذا عنده أبناء إلى آخر هل يصح أن أصلي قضاء من جلوس لأني أعاني من انزلاق مش أنه هل يصح هل يجوز له أن لا يصلي يعني يعني إذا كان في ضرر عليه من الصلاة بالشكل الطبيعي والطبيب أمره بأن لا يؤذي نفسه بركوع أو سجود بصير واجب عليه أنه يصلي من جلوس هيدا الصلاة الأدائية بس القضاء شيخنا القضاء إذا كان لا يرجى أن يتعافى في المستقبل مما هو فيه نعم يجوز له أن يقضي طبعا يقضي عن نفسه يعني بس ما ما بيقدر يعني يستأجر يقضي عن غير هل يجوز بدلا من ذبح الخروف أن يشتري بنفس المبلغ لحم ويوزعه لأنه بثمن الخروف نستطيع شراء كمية لحم أكثر من وزن الخروف ويوزع ويعتبر مثل الأضحية ولكم الشكر لا يعني إذا نذر بصير ملزم بما نذر يعني كونه نذر نذرا صحيحا لا ما في نذر يعني بالموضوع ما في نذر موضوع الأضحية لا لا تكون أضحية تكون صدق الأضحية شرطها أن يذبح كمان نفس الشيء العقيقة يعني إذا هو يحد بده يعق ما في كمان يشتري لحم وزن هكيد أكيد بده يذبح وينوي حين الذبح أنه يذبح هذا هذا الحيوان عقيقة عن فلان عن الولد يعني اللي بده يعق عنه فيه هني كان في حد سألنا عن العقيقة شو هي شتصوحة الشيخ ولكن نمر سؤال الآية المباركة من سورة النساء 28 وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هاي الآية 28 128 هو بالحقيقة يعني الصيغة الآية أنه وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا نعم فلا جناح عالي مش مش أنه الزوج نشز ولا أنه أعرم نعم خافت أن يصل الأمر بينهما إلى مستوى أن يعرض عنها أولا ثم يشتد الإعراض فيمتنع عن أداء حقه فينشز هلأ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير هلأ إما هني يعني ببير للمصارحة يعني المرأة أو الرجل أو كلاهما أنه يا رجال أنا شايفتك مثلا مش كتير مقبل علي أو خايفاني يعني في بوادر أنك أنت يعني مش زيادة هيك مهتم في أو أنه الرجل هو ابتداء يعني إلا لزوجته يا أمط الله أنا يعني قلبي شوي عما يبرد اتجاهك لأنه أنت واحد ناين ثلاثة أربعة عما تعمل الإصلاح هو المكاشفة المصارحة تنطلق من نفس طيبة من نفس لا تبخل بالخير وأحضرت لأنفس الشح يعني طبع الإنسان مفطور على العنفوان والعنجهية واستجلاب النفع والأنانية لكن الإنسان المؤمن يعني مفروض أن يتمرد على هذه النوازع في نفسه فيكون متواضعا ويكون محبا للخير نعم فمفروض أنه تنيناتهم يكون عندهم رغبة بالإصلاح وإذا كان بيحبوا يستعينوا بحدا كمان جيد يعني أنه يروحوا تنيناتهم لا يتكاشفوا أمام جهة دينية أمام جهة يعني يثقون بها لحتى يتعاونوا معها على إصلاح حياتهم وذلك قبل أن يصل الأمر إلى الطلاق وكأن هذا خطوة استباقية استباقية أنه الزلم طيب يا أيتها المرأة أنت عشو عما تراهني يعني يعني أقول لأخواتي يعني أنه أنه رأس مال المرأة بالجانب المعنوي والجانب الغرائزي والجانب الحياتي أنه هالمرأة تعيش حلم أن يقترن بها رجل طيب صار الزلم عندك بالبيت ما بصير تتمقطع فيه ما بصير ترفع عن صحبته ما بصير لا تأدي حقه ما 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 أنت الخسراني يعني أخيرا أمرك بيده ورقبتك بيده يعني بده يقلك عرفت لذلك لما المرأة بتحس أنه الرجل شوي حيث يفلت من إيدها مفروض هي تسعة مش أنه بروح بقاضية بروح بتشك عليه بروح بيجو بيسألونه وثيروا الغبار من حوله وحواله عند أهله وعند أمه وعند جيران وعند كذا كذا لا والأصعب من هيك أنه بيجو بيسألوك أنه بيجوز أنا بيدلوا نشوزا نشوزا بنشوز وضعا طيب شيخنا لا ماشي عم يقول شيخنا أنه أصبحت اليوم كسبة العيد غير موافقة للمعنى الحقيقي للحاج يعني أن الله فرض علينا نعي جيدا موقفي القيامة والموت حتى نأتيه شعفا غبرا ولكن اليوم أصبح الحاج يغادر بالآيفون وبيخذ السيلفي وشي منها القبيل يعني عم تقول أنه أين أو عم يقول السؤال أين هو الحاج مما ذكره الله في كتابه هل يتنافى كلها الشي مع الحاج ولا لا والله يعني أكيد الحاج الأول كان على مناسب لذلك الزمان كان ما كمان ما كان لا يعني مش معلوم أنه الأجيال التي سبقتنا ما كانت تهتم بلبسها ما فيهن أهل جاه وأهل ثروي وأهل المال وفيهن فقراء وفيهن أغنياء ما كانش فيه تليفون يحملوا ما كانش فيه آيفون لا حتى يتصور فيه مثلا ما كان فيه شي بس لش علاء هاي بأن كل زمان يأخذ بأسباب الرخاء المناسب لزمانه ولا ملامة ولا ملامة لا لا ما فيه ملامة بس أنه أنت تستشعر حين تؤدي هذه الفريضة شيئا من معانيها وكذا ولا يعني ذلك أن تتزهد في الدنيا وتخرج من حياتك الطبيعية وإلا دخلك لشو الأضحية كان ربنا بيقول كله كشك يعني مثلا ها اذبحوا أضاحي حتى تيكلوا لحمة نعم طيب وهكذا يعني باقي الأمور يعني إذا واحد عنده تياب منيحة وحلو ولبسها شوها المشكلة المهم أنه وقت الإحرام ينزع هذه الثياب ويتساوى الفقراء والأغنياء ويشعر الغني أنه نزعوا هذه الثياب مثلا أو الفقير تذكروا بالموت تذكروا بكذا المهم أنه نحن نعيش معاني العبادة التي نحن بصددها إن كانت حجا أو غيره وللأسف معظمنا لا يعيش هذه المعاني ونصلي صلاتنا نعم مثل صلاة الخشتمري مشايك بيقوله الخشتمري ايه لا بأمر الشاك ولا بأمر ايه طيب أنا بدي عم يقول عفوا أنه الوالد تزوج على الوالدي بدون ما تعرف بس وقت اللي عرفت رفضت تكفي معه كزوجي وطلبت أنه يطلقها والوالد رفض أنه يطلقها ولكن رأعاش مع العائل التاني ووقف يصرف علينا البيت الأول عفوا بياخد مستلزمات البيت من خي يعني صار الأخ هو يصرف على البيت على والدته وعلى أخوته نعم على والدته وأخوته والبيت باسم الوالدي عام السؤال أنه هل هناك إثم مع تكرار طلبها وأبي يأتي كضيف على على بيتنا يعني على بيته الأول يعني نعم هل طلاق جائز مع أن المدة تخطط التسعة عشر سنة يعني هل يحصل الطلاق أم لا يحصل بعده للسما هو طلاق وهل يجب عليه التلفظ بالطلاق لحتى يصير فيه طلاق صحيح صحيح يعني نعم هو خلفية السؤال أنه هجر الرجل هجر الرجل لزوجته مدة من الزمان وخصوصا إذا كانت طويلة يعني نعم تجعلها طالقة حكما بدون أن تصدر من الزوج صيح الطلاق لا ما فيها شي مهما طال الهجر من الزوج لزوجته لا تصير المرأة طالقا إلا إذا رفعت أمرها للقضاء الشرعي والقاضي الشرعي يأمر الزوج بالطلاق إذا لم يرد أن هجر هي اللي وقت هجر هي الرفضط هي اللي رافضة نعم حينئذ يطلب منها أن يعني ترجع إلى المساكنة أو أنه يقتنع الزوج بالطلاق ومهم أنه بده يصير الطلاق إذا ما صار طلاق ف يتظل طلاق يعني أنه الزوج يطلق بالشكل المعروف صحي يعني مش بكل حالة الهجر أحيانا بيكون يعني الزوج يتعمد هجران زوجتي هلا بهذه الحال هي الزوج بس حتى لو تعمد الزوج هجران زوج كمان ما بيطلق إلا إذا رفعت أمر القضاء الشرعي وحينئذ يأمرهم الطلاق أو أو المساكنة فإذا ما طلق يطلق هالقاضي حينئذ فإذا طلق هالقاضي صار الطلق نعم يعني لابد من صدور صيغة الطلق هلأ بيبقى أنه يعني بظل هالوضع القائم يعني بيظل زوجته إذا توفي أحدهما يريثه الآخر نعم إلا إذا كان يعني مسجلي ما عنده من أملاك على أسم أولادة يعني حتى ما يرد زوجها بيكون بيكون شي تاني بس ما بجوز هي تقاطع وعليها أن تؤدي حق زوجها أو أنه تشوف يعني دخل جهة دينية لحتى يصير الطلق عم يقول شيخنا هو الشخص ما باع بيته بضيعته ومسأت رأسه ولكن انتقل منها إلى مكان آخر في مسافة سفر بين ضيعته وهالضيعة أو المكان التاني لكن لا يزال له أقارب وأهل في ضيعته هل تبقى ضيعته موطنا له وإذا كانت الإجابة لا هل هناك فترة معينة للانغطاع حتى يتحقق الأعراض يعني عند مولانا رضوان الله تعالى عليه إذا نوى الأعراض وعزم عليه يتحقق الأعراض وإذا ما نوى الأعراض ولكن صارت حالته حالة المعرض بحيث أنه يعني ما عاد ويرد أبدا أنه يرجع على هذه الضيعة ليسكن فيها فبصير أيضا معرض بس ما بيع بيته بعده بيته لإله بضيعته ومسقط راسه إذا عم يتردد وروحه يجي على ضيعته ولو كان يعني ما ورد أنه يسكن سكن دائم هو ما قال أنه خلاص هاي ضيعت أنا تركتها وما أرجع عليها وكما وأنه بعده بروح ويجي ويمكن أي شيء بصير عليه بضيعة تانية بيرجع على ضيعته معناته لا مش معرض لو راح أعد مثلا عشر سنين مثلا مطرح التانية وما يجع على ضيعته هل يعني أعرض لأنه صار في مدة انقطاع الوقت لا ليس له علاقة مدام ما يزال هو نفسيا مرتبط بضيعته وأحيانا بصير الانقطاع قهري لأنه مسافر يعني يمكن يكون سافر على بلد وما ما قادر يظهر منها حتى يحصل إقامة أو يعمل وراء أو ما أجبع ذلك مثلا وبيغيب عشر سنين أو أكثر لا الغياب الطويل لا يؤدي إلى الإعراض لا نحن نحاول قد ما فينا نمر شوية أسئلين عم بيقول إذا حدا ضرب حدا عمدا وجرحه شو الدية اللي لازم يدفعها بالدولار يعني حسب الجرح ومكانه وحجم الجرح فبد يصير في تقدير لأله وكل جرح يقدر بقدري أديش غمؤ أديش طول موضعه في الجسد عطل شيء مثلا عضو حيوي بهذا الجرح ما عطل كل ذلك يلحظ ويفترض أن يرد إلى القضاء الشرعي مصحوبا بتقرير الطبيب الشرعي طيب نحن خلص وقتنا سمحت الشيخ ولكن هل صحيح ما يتوارد عن عرفة سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى عرف أبونا آدم وظريته بنفسه في هذا المكان أو عرف عرف آدم لا هو آدم هذا فيلم هندي يعني عرف الله آه فيلم هندي آه عرف الله قبل ذلك لا آه وهذا لا مش وارد شكرا جزيلا الكلام أنه تعرف على حواق أو نيك مش عرف الله مش كورين سمحت الشيخ وإحسن عطوي بنهاية حبيب شكرا لكم أعزائنا نلقاكم إن شاء الله بعد العيد كل عام أنتم بخير إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة